نفى قائد عسكري من وسط معسكر ماس مروجة وسائل اعلام ونشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن سقوط المعسكر الاستراتيجي بيد الميليشيات الحوثية المدعومة من ايران وقال قائد المنطقة العسكرية السابعا لواركن احمد حسان جبران ان معسكر ماس تحت سيطرة قوات المنطقة واكد جبران في مقطع مصور وزعه المركز الاعلامي لقوات الجيش من وسط المعسكر ان الصور المفبركة التي تبثها ميليشيات الحوثي المدعومة ايرانيا عن سقوط المعسكر كذب وافتراء من جانبي اوضح مصدر عسكري قوات المنطقة وقبائل الجدعان تصدت لجميع هجمات الميليشيات الساعية لسيطرة على المعسكر فيما تكفل طيران التحالف العربي بدك تعزيزاتهم والياتهم العسكرية واكد مصرع ما لا يقل عن 30 عنصرا من ميليشيات الحوثي واصابة العشرات خلال معارك الساعات الماضية فيما دمرت مدفعيات الجيش وطيران التحالف 4 اطقم و3 عربات وعدد من الاليات والمعدات القتالية